تجربة النافورة حيث نملأ دورقا كبيرا بالغاز بتسخين بضعة مليمترات من محلول هيدروكسايد الأمونيوم المركز ونسد الدورق بسدادة مطاط تنفذ منها أنبوبة زجاجية بفتحة ضيقة ثم نقلب الدورق وندخل الطرف الخارجي للأنبوبة في وعاء آخر يحوي ماءا مع بضعة قطرات من الفينو ليفثالين فنلاحظ اندفاع الماء إلى الأعلى بصورة مستمرة حتى يذيب كل النشادر الموجود ترجمة نانسي قنقر